اشتركوا في القناة لا نستثقل ذلك وإن أحسسنا بتعب في أقدامنا لكن الروح إذا كانت مقبلة النفس إذا كانت متطلعة تعبت في مرادها الأجساد فالروح فوق والجسد تحت هذا التهجد الذي نعد له العدة وأفضل الصلاة بعد الفريضة وفيه هذا الإقبال العظيم على الله مواطأة القلب لما يقرأ اللسان والتلاوة والعبادة في ثلث الليل الأخير كذلك الاعتكاف الاعتكاف من أعظم مدرسة للإقبال على الله تنقطع فيها عن الأعمال ليس يدخل الانشغال بالجوال والجهاز المحمول إلى المسجد وندخل ما هو خارج المسجد إلى داخل المسجد في الاعتكاف كلا وإنما هو انقطاع انقطاع عن الدنيا لطاعة الله تعالى ليس ندير أعمالنا من داخل المسجد بالأجهزة لا هو الآن ترك 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 انقطاع إلا ما لابد من من شؤون آهل لا يمكن أن تضيعهم وأشياء يعني لا يمكن أن تترك يلتلزمك شرعا وإذا تعارض الاعتكاف معها تقدم لكن لا بد أنك ستجد شيئا من الوقت لهذا وإذا قال المسلم العمل ذو النفع المتعدي أحسن أو الاعتكاف ذو النفع اللازم الأصل أن النفع المتعدي على العمل فيه أعظم لكن الاعتكاف قدمه العلماء على الأعمال الأخرى مثل تعليم العلم في العشر الأواخر لعظم أجره وفضله يعودك على العيش تنام كيفما تيسر وتأكل ما تيسر وبلا زوجة وبعيد عن الشهوة حتى المباحة هنا تربي نفسك على الإخلاص في هذه المدرسة تتفكر في الكتاب تتفكر في عيوب نفسك وكذلك أنت هنا في المعتكف أقوالك أفعالك محسوبة عندك متباعد عن فضول الكلام وفضول الطعام تقربا إلى الملك العلام سبحانه وتعالى عباد الله إن غشياننا للمساجد إن وفود هذه الجموع إلى بيت الله إن رؤية الحرم بهذا الاكتظاظ والزحام يدخل العزة في نفس المسلم إن هذا الدين عظيم هذا الدين متين هذا الدين راسخ في الأرض هذا الدين لا يمكن محوه مهما تآمروا عليه لا يمكن محوه كم تآمروا عليه أرضا فضاءا مالا جهدا لكن ما المسح من الأرض وباقي ولا زالت وفود المسلمين الجذد تأتي ووفود التائبين إلى الله تعود وترجع وهكذا ولذلك مهما سمعت عن مؤامرات ضد الإسلام فاعلم أنهم في النهاية مهزومون إنهم الآن يتسلطون على الدين بالكلام ويهاجمون ويقول بعضهم لا بد من حضر المصحف لأنه كتاب يعلم العنف وشكل هؤلاء أعداء الإسلام جمعيات استطادوا فيها بعض المرتدين عندهم لأن بعض الذين ذهبوا إلى الخارج انسلخوا من الإسلام جمعية المسلمين السابقين يعني كان مسلم ثم ارتد فجمعوهم للتهويش والتشويه والحملات ضد الإسلام وأهله لكن الإسلام باقي ويمتد حتى في بلدانهم حتى بلدان الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخروا منه ازداد فيها الإقبار على الإسلام أيها الإخوة جاء إلى الحرم رجل من المسلمين من بريطانيا هذا الرجل يقول خبير مالي أنت فعلا تعتز بأصحاب الخبرات الإسلامية الذين يثبتون لغير المسلمين صحة ما في الإسلام فضلا عن إثباته لأبناء جنسهم أنه استفتأ أحد العلماء في فتح فرع للمعاملات الإسلامية النقية في بنك ربوي في الخارج فقال ما دمت ستقيم حكم الله افتح قال فتشاركنا مع اثنين في إدارة الفرع الناشئ الذي ما لبث أن تطورت معاملاته سريعا لتقفز إلى نحو ستمائة وخمسين مليون دولار في مدة وجيزة جدا حتى دهش القائمون على ذلك المصرف في الخارج من هذه السرعة في النماء وخشوا على الأصل فقالوا بس نريد أن نفرد الفرع الإسلامي هذا بإدارة مستقلة وقال لا لا فأصروا فأصر فتركهم يقول ومعه ابنته ذات الخمسة عشر عاما في الحرم يقول أنا بنتي كانت الخامسة على بريطانيا ولما أدخلوها مع العشر الأوائل على ملكة بريطانيا كانت بنتي بالحجاب التام إنك لا تشعر يا مسلم يا عبد الله بالعزة الإسلامية عندما يوجد في المسلمين أصحاب خبرة تقنية دراسة وقدرة على تحويل الكلام النظري إلى شيء عملي إلى شيء عملي وينتقل ذلك الرجل إلى مصرف إسلامي مستقل ليبدأ حياة بالنشاط مفعمة وقد أثبت للقوم وقد أثبت للقوم نجاح الاقتصاد الإسلامي المبني على انعدام الربا بالكامل وتقدم ابنته في هذه السن من المراهقة المبكرة مظهر الفتاة المسلمة التي تعتز بحجابها أمام عظماء تلك الديار عباد الله إنه فخر لنا جميعا أن نفخر برمضان بالحرم بهؤلاء الوفود بإقبال الناس على الله وأن نعلم أن الدين منصور وراجع وقادم بإذن الله تعالى للهيمنة على العالم إنه نهج الله إنه الكتاب والسنة إنه حكم الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم تقبل عملنا اللهم إنا نسألك أن تدلنا على الخير وتأخذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وأن ترزقنا من العمل ما ترضى اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها كبيرها وصغيرها لا تغادر لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته اللهم أنت تستر العيوب وتغفر الذنوب اللهم إنا نسألك مغفرة تخرجنا بها من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور اللهم إنا نسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونستعيذ بك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك قلباً صادقة ولساناً ذاكراً اللهم عافنا في أجسادنا اللهم اقضعنا ديوننا اللهم وسع علينا في أرزاقنا اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد وصلاح الذرية والولد يا رب العالمين من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه من أراد أمننا وأمن المسلمين بشرٍ فاجعل كيده في نحره اجعل هذه البلاد عزيزةً بشرعك آمنةً مطمئنةً بذكرك يا رب العالمين اللهم آمنا في الأوطان والدور وارشد الأمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله اشتركوا في القناة